فجرت ميليشيات الحوثية الانقلابية ثلاثة منازل في مدرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وقالت مصادر محلية إن الميليشيات قاموا على قدموا على متن عدة أطقم وقاموا بتفجير منزل الشيخ القبلي صالح عمر مجوز الطيابي ومنزل المواطن أحمد القيسي في عزلة طياب بمدرية ذي ناعم بالتزامن مع تفجير منزل المواطن مبخوت المشرقي في قرية البطحاء بالمدرية ذاتها وفادت المصادر أن أضرارا بالغة لحقت بعدد من المنازل المجاورة وسط استياء واستنكار واسع نزاء الجرائم والانتهاكات الحوثية ومنذ دخول الميليشيات الحوثية للمحافظة تم تفجير عشرات المنازل في عدة مدريات بمحافظة البيضاء التي تشهد مقاومة شعبية ضد الميليشيات الحوثية